تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة مراحل انتقاء الطالب المتقدمين للقبول للأكاديميات والكليات العسكرية بكلية الحربية وذلك في إطار حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميا وبدنيا ونفسيا لنيل شرف لانضمام للأكاديمية وكلية العسكرية واتبع رئيس أركان حرب قوات المسلحة نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول والتنصيق بواسطة مدير كلية الحربية أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنصيق ومراحل الكشف الطبي للطلبة المتقدمين للالتحاق واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة كما ناقش الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة عددا من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل مؤكدا على تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين